ازايكم لماذا يكره العواجيز السوشيال ميديا ويسيئون استخدامه السوشيال ميديا هي اصبحت دلوقتي كده الفضاء الفارغ المفتوح والفراغ الكبير اوي واصبحت يعني اسطورة من ضمن الاساطير السوشيال ميديا هو الواقع الافتراضي الواقعي اللي له تأثير وهو العمل الثورات العربية العواجيز كانوا بيقولك اوه مفيش حاجة اسمها ثورة وبلاش تثور ضد الرئيس وحرام وعيب وواجب السمع والطاعة للرئيس الجمهورية ولكن الشباب صراعي الاجيال بقى ده اسمه صراعي الاجيال الشباب وقفوا ضد العواجيز وفعلوا ما لم يفعله العواجيز وبناء عليه اصبح هناك عدوة شديدة اوي ما بين الشباب كشباب وما بين العواجيز كعواجيز ويظل العواجيز يكرهون السوشيال ميديا بشكل كبير اوي فوق ما تتخيئ لان الموضوع ده من سنة 2011 العواجيز بيشوفوا ان الانترنت مصاريف زيادة عن اللزوم ولا داعي لادخال الانترنت اساسا من البداية اصلا وبعدين الانترنت فيه شيكس وافلام شيكس وما ينفعش ابنه يدخل اتفرج على افلام شيكس لازم ابنه يركز في المذاكرة علشان ابنه يكون احمد زويل ما شاء الله ويكون عالم الفيزة النووية ما شاء الله فاذا هناك كثير وكثير وكثير من الاسباب التي يتدعو الى العداوة ما بين العواجيز والسوشيال ميديا ولا العواجيز ينفع في السوشيال ميديا ولا السوشيال ميديا تنفع للعواجيز مشكلة والله والله العواجيز مشكلة العواجيز ما بنفتك من شره المهم وبناء على هذا الكلام ومواقفهم من ثورات الربيع العربي كانت مواقف ضد الموضوع ده ولكن حصل اللي حصل وكان اللي كان فهل تصبح أو هل يصبح السوشيال ميديا يعني شيء يوازن قرارات قرارات رؤساء الجمهورية فيما بع يعني كل حاجة بتتعمل دلوقت قادرة ان هي توصل للناس على الجولات وهو ماشي في الشارع يعرف كل حاجة فاصبح السوشيال ميديا من سنة 2011 وتسبب بعد ما تسبب في الثورات بتاع الربيع العربي اصبح قوة لا يمكن انقارها وطبعا المخابرات دخلت فيه وفيه خلاص بقى يعرفه يعني اختراع اسم السوشيال ميديا اصبح فيه مراقبة على الانترنت ومراقبة وبطيخ وبدنجان وبدنجان كبير هاوي ويعني اصبح عالم من ضمن العوالم الموجودة هو العالم كله دخل في السوشيال ميديا اساسا فهل يعني احنا دخلين في عصر الهواء وحرية التعبير عن الرأي وانه الواحد شوية على الاقل بيعرف يتنفس ويعرف ينشر كوميديا وينشر نكت وحاجات ضد السلطة الحاكمة لو ما كانتش عجباء اكيد اكيد السوشيال ميديا هي نعمة من نعم الله على ابن ادم وهي مرتبط رطبات كبير اوي اه مرتبط رطبات كبير اوي بعصر الهواء من الاخر كده ايوه من الاخر يعني ليه قلنا هذا الكلام لان هو ده اللي انت شايفه قدام عينيك اصبح اي رئيس جمهورية في الحياة وهو بياخد قرار او بياخد شيء فيه استطلاع رأي يتعمل عن نت فيه حملات اعلامية على الانترنت وتظهر المعارضين اصبحوا يشكل قوة وتحالف وتكالف وتكاتف وتكالب مع بعض كده ضد الرئيس او ضد اي رئيس فلازم يتم احترام ما يأتي في السوشيال ميديا لانه للأسف الشديد يعني اكبرك انك تتعامل معه فالسوشيال ميديا هي نعمة من نعم الله على ابن ادم اصبح اللي الحكومات بتخبيه يتم تسريبه على الانترنت ما يخفيه الاخرون يظهر على الانترنت فالسوشيال ميديا هي العالم الواقعي والعالم المشواقعي والاقناع الحقيقية والاقناع المشحقيقية وما لا تريد الحكومات قوله ولا ذكره وما خفيه اعظم نعم هو ده بقى ما خفيه اعظمه السوشيال ميديا هي اكبر نعمة من نعم الله على ابن ادم نعمة كبيرة جدا فوق ما اي حد يتخلها وقد تتحول الى نقمة لما بقى يبتدوا ينشروا فضايحة عنك واستقصدوك واستهدفوك ويشوهوا سمعتك ويتكلموا عليك وان ان انت بتعمل لا ده تبقى نقمة بقى صراحة ولكن اصبح دلوقت المفروض ان رؤساء الجمهورية وان الحكومات بشكل عام تخاف من ردة فعل الناس خلاص الناس اصبحت تتكلم وتعبر عن رأيها وتقول اللي في قلبها خلاص يعني لازم يراعوا الناس شوية شوية شوية